الآن بدنا نتعرف على المخروط بجميع أبعاده وجميع المكونات الموجودة فيه الآن هون في رسمة مخروط هذا المخروط هاي النقطة اسمها رأس المخروط خلينا نسميها ألف اسمها رأس المخروط وهاي زي ما بنعرف الدائرة هي عبارة عن قاعدة المخروط اللي هي بشكل دائري الآن هاي البعد عين هو ارتفاع المخروط والنقطة ميم هون اللي بتتوسط هاي الدائرة هي عبارة عن نقطة المركز لهاي الدائرة إذن نقطة مركز قاعدة المخروط والبعد هاي ضميم إلى النقطة خلينا نسميها با اللي هو نون قاب اللي هو عبارة عن نسخ قطر قاعدة المخروط الآن بيضل في عنا بعد واحد اللي هو هذا البعد ألف با هذا البعد اسمه راسم المخروط وهذا المصطلح اللي جديد عنا اللي هو هذا البعد هو عبارة عن راسم المخروط إذن هاي جميع مكونات المخروط بنلاحظ عنا في هذا المثلث تشكل عنا هون مثلث اللي هو ألف ميم با هذا المثلث قائم الزاوية في ميم سبقوا أخذنا بالوحدة السابقة وبرهنة فيثاغورس اللي بتتطبق على المثلثات قائمة الزاوية اللي بتحكي إنه الوتر تربيع يساوي طول الضلع الأول تربيع زائد طول الضلع الثاني تربيع بنلاحظ هون في المثلث هذا القائم الزاوية الوتر فيه اللي هو مقابل للقائمة هو عبارة عن الراسم إذن الراسم اللي أنا رح أرمزه بالرمز لام اللي هو الوتر إذن لام تربيع تساوي الضلعين الثانيات في هذا المثلث ضلع هو عبارة عن نصف القطر وضلع عبارة عن عين إذن الراسم اللي هو رمستله أنا بالرمز لام هو عبارة عن لام تربيع بساوي الضلع الأول اللي هو نونقاف إذن نونقاف تربيع زائد الضلع الثاني اللي هو الارتفاع تبع هذا المخروض اللي هو عين يعني عين تربيع وهاي العلاقة بين الأبعاد اللي موجودة في المخروض إنه الراسم اللي رمزدله بالرمز لام الراسم لام لام تربيع هو عبارة عن نونقاف تربيع زائد عين تربيع نونقاف تربيع بنعرف نونقاف هي نصف القطر وعين هو عبارة عن الارتفاع الآن خلينا نشوف تدريب تنين اللي موجود بصفحة 110 واللي بقولنا مخروض دائري قائم ارتفاعه 12 سانتي إذن الارتفاع 12 سانتي الارتفاع اللي رمزه عين بساوي 12 سانتيمتر وطول قطر قاعدته إذن القطر بساوي 10 سانتيمتر لكن إحنا ما بنتعامل مع القطر على طول نحسب نصف القطر كيف بنحسبه بإنه بنقسم القطر على 2 ويساوي 5 سانتيمتر طالب مني جد حجم المخروض هذا أول مطلوب والمطلوب الثاني طول الراسم اللي هلأ أخذناه اللي هو عبارة عن لام بداية خلينا نوجد حجم المخروض حجم المخروض حكينا هو عبارة عن طولت حجم الاستواني يعني طولت مساحة القاعدة في الارتفاع والقاعدة دائرة يعني طولت باي ننقاف تربيع في الارتفاع اللي هو عين ويساوي طولت ضرب بعوض قيمة باي 3 و 14 لأنه نصف القطر 5 3 و 14 بالمئة ضرب نصف القطر تربيع يعني 5 تربيع ضرب عين اللي هي 12 سانتيمتر حسب ما هم عطيني في السواح الآن بقدر أختصر بين 3 وال 12 الناتج 4 بصفي عنا 3 و 14 بالمئة ضرب 5 تربيع هي عبارة عن 25 ضرب 4 الآن منلاقي إنه 25 في 4 هي عبارة عن 100 ولما نضرب 3 و 14 بالمئة في 100 رح تتحرك الفاصل منزلتان لليمين يعني الناتج النهائي 314 سانتيمتر تكريب وهذا هو حجم المخروف في السؤال في مطلوب ثاني اللي هو طول الراسم الراسم اللي هو لام حسب مبرهنة فيثاغورس اللي طبقناها لام تربيع تساوي نونقاف تربيع زائد عين تربيع يعني لام تربيع لساوي نفس الأسئلة اللي كنا نحلها في مبرهنة فيثاغورس نونقاف تربيع اللي هو 5 تربيع زائد عين تربيع اللي هي 12 تربيع إذن لام تربيع تساوي 25 زائد 144 5 تربيع 25 12 تربيع 144 بجمة طلعنا 169 الآن بدي مش قيمة لام تربيع بدي قيمة لام كيف بحسبها؟ بإني أخذ الجذر التربيعي للطرفين عشان نخلص من التربيع لام تساوي قيمة الجذر التربيعي لام 169 هي عبارة عن موجب أو سالب 13 لكن قيمة السالب مرفوضة لأنه إحنا نتعامل مع طول والطول دائما بالموجب إذن 13 سانتي متر وهو المطلوب الثاني الآن نبدأ بالجزء الثاني من الدرس اللي هو المساحة الجانبية للمخروط إحنا تعرفنا على أبعاد المخروط الثلاثة اللي هي نصف القطر القاعدة والارتفاع والراسم اللي هو رمزناه له بالرمز لا المساحة الجانبية بشكل مباشر اللي إحنا ممكن نستخدمها نستنتجها عفوا من مساحة القطاع الدائري بأنه هي عبارة عن بتساوي باي لام نون قف باي هي القيمة الثابتة 22 على سبعة أو 33 و 14% لام اللي هو طول الراسم وننقف هو نصف قطر قاعدة المخروط حسبنا المساحة الجانبية عشان نحسب المساحة الكلية واللي المساحة الكلية بنعرف إنه هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد قبل كنا نحكي مساحة القاعدتين لكن هنا المخروط إلو قاعدة واحدة فقط ننتبه شو الاختلاف بإنه المخروط إلو قاعدة واحدة إذن أنا هون بحاجة مساحة القاعدة فقط ما في قاعدتين هون للمخروط قاعدة واحدة اللي هي عبارة عن دائرة الآن إذن المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية اللي حكينا عنها هي باي لام نونقاف المساحة الجانبية باي لام نونقاف باي لام نونقاف زائد مساحة القاعدة القاعدة دائرة ومساحة الدائرة باي نونقاف تربيع وهذه هي المساحة الكلية بتساوي باي لام نونقاف زائد باي نونقاف تربية بإمكاننا نحسب المساحة الجانبية لحال بعدين نحسب المساحة القاعدة لحال بعدين نوجد ناتج جمعهما بيكون عندنا المساحة الكلية الآن في صورة أخرى للقانون بإني أنا بلاحظ في عامل مشترك بين هدول الحدين الجبريين إيش العامل المشترك؟ أول إشي باي موجود فيهم اللي اتنين تاني إشي واحدة من النونقاف مش النونقاف تربية نونقاف باخد عامل مشترك باي نونقاف بيضل عندنا في الحد الجبري الأول لا الحد الجبري الثاني باي أخذته بظل في عندنا هون بدل النونقاف تربيع في عندنا هون نونقاف وحدة لأنه أنا أخدت التربيع يعني نونقاف ضرب نونقاف إذا أنا طلعت وحدي برا فبيضل في عندنا نونقاف وحدة إذن هاي صورة ثانية للمساحة الكلية للمخروض صورة تانية للقانون بإمكاني أستخدم هاي الطريقة أو هاي الطريقة تنتين صح نشوف المثال رقم 3 بصفحة 111 واللي بقولنا مخروض دائري قائم طول قطر قاعدة 20 سانتي إذن القطر بساوي 20 سانتي على طول نصف القطر بإني أقسم القطر على 2 يعني 10 سانتيمتر وطول راسمه راسمه له لام بساوي 30 سانتيمتر جد مساحة سطحه الكلية الآن باستخدم إحنا القانونين إما القانون الأول بإني أوجد المساحة الجانبية وأوجد مساحة القاعدة بعدين أجمعهم المساحة الجانبية باي لام نون قاف بساوي باي اللي هي ثلاثة واربعتاش بالمائة ضرب لام تلاتين ضرب نصف القطر اللي هو عشرة الناتج النهائي هو عبارة عن سانتيمتر تربية وبنرجع بنحكي بإمكاننا نخلي قيمة باي مثل ما هو عامل للكتاب ونوجد الناتج بدلالة باي مساحة القاعدة هي عبارة عن باي نون قاف تربيع القاعدة باي ثلاثة واربعتاش بالمائة ضرب نون قاف تربيع عشرة تربيع ويساوي ثلاثة واربعتاش بالمائة ضرب مية والضرب بمية رح يحرك للفاصل منزلتين لليمين إذن الناتج ثلاثة مية واربعتاش سانتيمتر تربيع الآن الجواب النهائي للمساحة الكلية هو ناتج جمع المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة الجانبية تسعمية واثنين واربعين سانتيمتر زائد القاعدة تلاثمية واربعتاش إذن الناتج النهائي الف وميتين وستة وخمسين سانتيمتر تربيع الآن عشان أتحقق من صحة الحل بستخدم الصورة التانية للقانون إيش هي الصورة التانية اللي هي الصورة المباشرة هاي أو ممكن أعمل للعكس إذن المساحة هذا للتحقق من صحة الحل المساحة الكلية بتساوي باي نونقاف في لام زائد نونقاف وطبعا ممكن أعمل العكس استخدم بالأول المساحة الكلية هذا القانون المباشر بعدين أتحقق من صحة الحال بهاي الطريقة يساوي 13% ضرب 10 في لام اللي هي 30 زائد 10 ويساوي 13 ضرب 10 ضرب 30 زائد 10 اللي هو 40 ويساوي طبعا نفس النتيجة الجواب النهائي سانتيمتر تربية 1256 إذن حنى صحيح الآن نشوف تدريب تنين بصفحة 111 اللي بقولنا مخروض دائري قائم طول نصف قطر قاعدته هنالطول معطينا نصف القطر يعني نونقاف بتساوي 5 سانتيمتر وارتفاعه 12 سانتيمتر إذن الارتفاع عين بساوي 12 سانتيمتر بدي أوجد مساحة سطحه الكلية الآن مساحة السطح الكلية لها علاقة لازم يكون موجود معنا لام اللي هو طول الراسم طيب احنا تعلمنا إنه في علاقة بتربط حسب مبارهنة فيتاغورس بين طول الراسم والارتفاع ونصف القطر اللي هي لام تربية بساوي نصف القطر تربية زائد عين تربية يعني لام تربية بساوي 5 تربية زائد 12 تربية واللي هي لام تربية بساوي 25 زائد 144 عفوا 144 يعني لام تربية بتساوي 169 حسب التدريب اللي حلناه قبل شوي اللي هو هون تدريب 2 عفوا هل تدريب 3 بس الكتاب كاتب فيه تدريب 2 بس هل ما أخذ تدريب 3 بناخد الجذر لام تساوي 13 سنتيمتر هيك أنا بتكون موطياتي جاهزة لأن مساحة السطح الكلية خلينا نستخدم العكس هلأ المساحة الكلية بإني أستخدم القانون المباشر اللي هو باي نون قاف في لام زائد نون قاف ويساوي 3 و14% ضرب نصف القطر خمسة في لام اللي أنا وجدتها 13 زائد نصف القطر خمسة ويساوي 13 و14% ضرب خمسة في 18 إذن الناتج النهائي عنا هون 282 و6 بالعشرة سنتيمتر تربية طبعا كيف بقدر أوجد الناتج بإني أشيغي الفاصل العشرية بضرب بخمسة بعدين بضرب بطمنتاش بعدين برجع الفاصل العشرية بعد منزلتين هون في عنا بطلع 60 فعشان هيك 6 بالعشرة أو 60% هي نفس القيمة الآن للتحقق من صحة الحال بدي أستخدم الطريقة التانية شو الطريقة التانية بإني أحسب المساحة الجانبية ومساحة القاعدة بعدين أجمع المساحة الجانبية اللي هي باي لام ننقف حسب ما أخذنا القانون باي 3 و 14 ضرب لام وجدته هون 13 لحظة أن الحل باعتمد على إيجاد لام يعني لازم نكون حارصين في إيجادها ننقف 5 سنتيمتر معطى في السؤال الناتج النهائي هو عبارة عن 204 1 بالعشرة سنتيمتر تربيع مساحة القاعدة هي باي لنقف تربيع اللي هي مساحة الدائرة تساوي 3 و 14 بالعشرة ضرب 5 تربيع اللي هي ننقف وتساوي 3 و 14 بالعشرة ضرب 25 أوجد القيم النهائية بإني مضرب طلع لنا 78 و 0.5 سنتيمتر تربيع الآن بدي أجمع القيمتين لإيجاد المساحة الكلية واللي بتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة ولاحظوا أنه إحنا منحكي قاعدة لأنه المخروض له قاعدة واحدة فقط جانبية 200 و 4 و 1 بالعشرة زائد القاعدة 78 و 5 بالعشرة كيف أجمعهم؟ أجمع الأجزاء العشرية بالأول 1 بالعشرة مع 5 بالعشرة هو 6 وأجمع و 274 بطلع عنا 282 سنتيمتر تربيع واللي هو نفس الإجابة طلعت عنا بالأول إذن فعليا حلنا صحيح 100% ويعطيكم ألف هافية ترجمة نانسي قنقر